عندما تطلع على التقرير ستجد أنه مكون من عدة أقسام القسم الأول عبارة عن مقدمة توضيحية تشرح الغرض من هذا التقرير وفي القسم الثاني سنعرض نبذة مختصرة عن جميع الميولات المهنية التي تم قياسها حسب نظرية الاختيار المهنية التي وضعها العالم النفسي جون هولاند وهي الأشهر في هذا المجال أما في القسم الثالث فستجد رسماً بيانياً يوضح النسب التي حصلت عليها في كل ميول من الميولات الستة التي يقيسها هذا المقياس وقد خصصنا القسم الرابع لعرض شرح مفصل عن الميول أو الميولات البارزة لديك والذي نسميه علمياً كود هولاند وفي القسم الخامس ستجد شرحاً لطبيعة الأعمال التي تتناسب مع ميولك بغض نظر عن التخصص أو المهنة التي تنوي الالتحاق بها قد تنخرط في هذه الأعمال في مهنتك أو هواياتك أو عملك التطوعي المهم أن هذه الأعمال تنجذب لها بطريقة ما وتقع ضمن منطقة استمتاعك ورغبتك ومن ثم في القسم السادس فستقرأ سرداً لعدد كبير من التخصصات الجامعية والدبلومات التي تتناسب مع الميول الخاص بك معظم إذا لم يكن جميع هذه التخصصات متاحة في الجامعات والكليات السعودية وأخيراً القسم السابع حيث سنختم التقرير ببعض الأفكار والملاحظات التي نود منك مراجعتها والتأكد من معرفتها وفهمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر